وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاذمي بإجراء تحقيق عاجل في هجوم ديالا وقال إحي رسول المتحدث باسم القائد العام لقوات المسلحة العراقية إن الكاذمي وجه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أصفر عن مقتل 11 جنديا عراقيا بينهم ضابط في لواء المشاه الثاني بالفرقة الأولى في منطقة أم الكرامي بمحافظة ديالا وأكد يحي رسول أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد القوات المسلحة العراقية إلا إسرارا على ملاحقة جيوب العصابات الإرهابية واكتثات بقياها من كل مكان على أرض العراق